موسيقى هذه تحياتي محدثكم شريف فؤاد إذن لا صوت يعلو فوق صوت إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي هذه اللائحة التي صنعها بامتياز أبناء النادي الأهلي أعضاء ومسؤولين ورموزا ومفكرين الحقيقة أنه عن الكثير من المزايا والامتيازات لأعضاء الجميع العمومية وتعظيم درها الكبير بعد أن انتهت لجنة الصياغة من بلورة الشكل النهائي بل وانتهى أيضا التدقيق اللغوي وقدمت لمجلس الإدارة لاعتمادها غدا في جلسته المفتوحة لتكون متاحة بعد ذلك لأعضاء النادي الأهلي وكل من يريد أن يقتني هذه النسخة وهذه اللائحة وهذا الدستور الذي يعد الحقيقة قيمة كبيرة جدا من حق أعضاء النادي الأهلي وأبناءه أن يفتخروا بهكذا لائحة وبهكذا دستور يحكم عمل النادي الأهلي في السنوات المقبلة عن كل ذلك وكثير من التفاصيل بأرقام المواد والبنود يسعدني أن أجري هذا الحوار مع الاقتصادي الكبير المحترم الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس دارة النادي الأهلي وعضو لجنة أداد اللائحة أيضا الذي أشرف به للمرة الثانية على شاشة قناة النادي الأهلي وهذا البرنامج وله كل التحية مرحبا بحضاءك أستاري أهلا بك يا أستاذ شريف وشكرا للقناة على كل المجهود اللي اتعملوا معنا لصالح الجماعة الرومية للنادي الأهلي نحن فندم اللي بنشكركم لأنه عمل دقوب الحقيقة داخلين على شهر ونص دلوقتي أو خمس أسابيع خليتنا للنادي الأهلي الحقيقة بكل مسؤولي في حالة استنفار من أجل خروج لائحة بشكل محترم عايز حدك تضعنا في الصورة الآن بعد تلقي 3500 مقترح بعد تعديلات تقتربت أو زادت عن 50 بندوى مادة بعد اكتمال الليحة في شكلها الأساسي إيه الخطوة اللي جاية حدك تضعنا في الصورة يعني هبدأ الأول بس أن ليه الحراك المجتمعي وليه الاهتمام العالي الموجود من كل أطياف المجتمع بلائحة النادي الأهلي النادي الأهلي تاريخه صنعه أبنائه بقعدته الشعبية العريضة بمساهماته في كل الحركات الوطنية على مدار الزمن من لحظة إنشاؤه النادي الأهلي هو النادي اللي بيدعم كل المنتخبات الوطنية النادي الأهلي الأبطال الأنبيين في تاريخ مصر على أسهم دايماً بيكونوا من أبناء النادي الأهلي النادي الأهلي له الدور الأساسي في تأسيس تقريباً كل الاتحادات الرياضية في مصر فهو ده النادي الأهلي عشان كده فيه اهتمام غير طبيعي من الجميع بلائحة النادي الأهلي بنكرر تاني اللي هي خريطة الطريق اللي مشينا عليها اللي الحمد لله لقد قبول من المجتمع المصري إن الحالة الأولى من نوعها في تاريخ الأندية الرياضية أو اتحادات إنه يتم طرح لائحة على أعضاء الجماعية العمية بحيث إن الأعضاء كلهم يدل بدولهم فيها وعلى المفكرين والعامة للنادي الأهلي ملك المجتمع المصري كله كان نادي أهلي بتاريخه الكبير كان لافت إنها أرسلت لكبار الكتاب والنقاد وبعض الرموز اللي حتى معدومش عضوية في النادي الأهلي ولا تصويت لكن كان كابتل خطيب ومجلس إدراح حريص على إنه يستعين بكل الخبرات الممكنة وستطلع الأراء حيث مكانت استصدار لمعرفتنا التامة بقدر النادي الأهلي إنه لازم يبقى كله يشارك في أراءه في الليحة اللي بتميس النادي الأهلي اللي هو الكائن الكبير اللي موجود في مصر والمنطقة في الإقليم كله في حاجة جميلة كمان حصلت فيها يمكن ذكرها الأستاذ إبراهيم حجازي في مقاله يوم الجمعة صحيح اللي فاتت دايما هو التصويت وده اللي هيحصل إن شاء الله يوم 28 هتصوت على اللائحة كاملة يا بالإيجابية بالرفض مش تصويت بند بند هو ده الإسلوب القانوني والمتبع في التصويت على اللائحة اللي التبع دوت وكأننا بنصوت على بند بند من بنود اللائحة ووضعتها الجمعية العمية في النهاية اللائحة ووضعتها الجمعية العمية وبرضو يعني يذكر في الحالة دي إن احنا أول ما بدأنا في خطوات اللائحة ووريت على مجلس الإدارة واتعرض خريطة الطريق اللي هي الحمد لله لقت قبول من الجميع في طريقتها الديمقراطية الجميلة كان صاحب الاقتراح ساعتها بكل المراحل دي كان كابتن محمود الخطيب صحيح يعني الحالة دي بالذات اللي هي الخريطة نفسها بالأسفل اللي هو عرضوا علينا هي عايزين جمعية عمية تبقى هي اللي حطها اللائحة والحاجة التانية عايزين إن أول جمعية عمية عادية لينا في خلال تولينا مجلس دارة اللي هي هتوقض إن شاء الله في نهاية أكتوبر المقبل إن شاء الله في نهاية أكتوبر أو نوفمبر إن الجمعية دي توقض على ليحة النادي ما توقضش على اللائحة السترشدة فهو ده سر برضو إن احنا السنة دي اشتغلنا جامل جدا خلال الشهور الماضية بإصرار إن شاء الله ويكتمل نظام الأساسي للنادي وده اتساقا كمان مع العهد اللي قطعوا على نفسه إنه في غضون سنة هيكون انتهى مجلس الإدارة من إعداد ليحة سستر بالزبط وأهميته برضو نظام الأساسي للنادي الأهلي ده حاجة تاريخية للنادي يعني يبهرك يعني إمبارح وإحنا عاديم مشغالين النادي الأهلي فيه سجل فيه كل وثائق فيه عاجة بخط اليد يعني ما شاء الله حاجة كده تاريخ كنوز تاريخ اجتماعات الجماعة عمية لا أول جماعة عمية إن عقدت في 1916 أول اجتماع المجلس الإدارة تاريخ كل مجلس دارة بسجلاتها بمحاضرها مزكورة موجودة محتفظ بها جوه النادي دور النادي الوطني على مدار تاريخه مزكور فيها سقف حرب أكتوبر في خلافه على مدار التاريخ هو جزء أصيل من تاريخ مصر انبهارنا برضو إحنا في اللجنة الألومبية في الزيرة ليهم لما لقيت فيه المتحف بتاع اللجنة الألومبية وموجود فيه أول محضر لتكوين الجماعة لتكوين اللجنة الألومبية المصرية كان نعقد في النادي الأهل 1900 وكام؟ 1932 أو 30 عطار حاجة وحتى شفت الدبوس بتاع اللي هو البن نفسه بتاع البدلة بتاع النادي الأهل الأديم قوي ومختبس من عالم مصر في الفترة دي فحاجات كلها لون الأحمر نفسه كان بدايته هو من عالم مصر فهو ده النادي الأهل اللي هو عشكياتي من المكثب كان في النادي الأهل مكثف ومضغوط برنامج مكثف ومضغوط استرق اجتمل على ورش عمل لقاءات مباشرة تلقى اقتراحات بالإيميل وباليد ومن خلال المواقع الموجودة في مقارات النادي الأهلي المختلفة ثم اللقاءات عائلة الأهلي اللي عقدها المجلس والليحة مع أعضاء النادي سواء في جزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ خيزي تلقيت اقتراحات لتسعة تسعة ثم عاكفت على طول لجنة الصياغة على الإعداد وأنا عايز يعني تأذن لي أني أوجه ليهم خالص شكر والتقدير حياة مجموعة اللي كانت بتصهر مشتعى لشرين ساعة في الأيام الأخيرة دي يسعى أسامة أنديل وبلغوا تحياتنا وسلامنا مشتعى أسامة يبقى شقيق الأساس طريق أحد من الأهلوية الحقيقة اللي الواحد يفخر بانتماؤهم للنادي الأهلي رجل قضاء من طراز رفيع ورجل منتمي للنادي بكل كيانه مستشار علاء أنديل أيضا حاجة شرة في الحقيقة وعنده خبرات عريضة جدا في مجال أعداد اللوايح ومعهم الأستاذ محمد فتحي مدير الشؤون القانونية أو مستشارنا للشؤون القانونية في النادي الأهلي بالإضافة طبعا للعالم الكبير المستشار محمود فاهمي رئيس لجنة المستشارين والقضاء اللي هم متواجدين هم أبناء النادي الأهلي وفي نفس الوقت هم بيعملوا بلا أي أجل طبعا دي هو النادي الأهلي اللي هو بيستوى بجميع والنادي الأهلي نفسه بالنسبة لكل عائلة الأهلي حاجة تقدر محمود فاهمي بدأ من البداية وهو له في اللجنة وله تاريخ في النادي الأهلي مشرف ده رمز من الرموز اللي نعتز بيها طبعا فكل النادي الأهلي يعني اشتركوا رموزه وأبنائه في وضع اللائحة في نفس الوقت الورش دي كانت حاجة ممتازة الورش دي كان فيه ورش كان فيه للشباب كان فيه للرياضيين كان فيه للمثقفين والمفكرين كل الأطياف المتواجدين والقانونيين والقصدين والدرج دكتور فارويل ده غير طبيعي حاجات كتير قوي وكل ما فيه ورشة فيهم إلا ما تدون المخترحات وتشاف إيه يتلائم لصالح أعضاء الجماعية الأممية للنادي الأهلي وفي نفس الوقت يلائم القانون والتشريعات والمساق القلمي ليس لنا غرض كمجلس إدارة النادي الأهلي في هذه اللائحة غير النادي الأهلي أعضاء جماعيته الأممية فيش أي غرض تاني يا حاك لو بسط إن شاء الله اللائحة في ثوبها النهائي هتلاقي حاجات تفصيلية كتير جدا بتفرط قيود وواجبات على أعضاء مجلس الإدارة يعني ما كانش موجودة في لوائح قبل كده وتعظم من دور الجماعية وتعظم من دور الجماعية العمومية يعني الحاجات اللي خدها بإجمالها اللائحة الاسترشادية لا بتفاصيلها بقى وبنود كتير جدا بتلزم كمان واجبات على عضاء مجلس الإدارة ممكن نقف أمام بعض الأمثلة أستاذ وعظيم دور الجماعية العمومية يعني مثلا بند التفسير الخاص بالتعديلات اللي ممكن تجرع على اللايحة أصبح الحق ممنوح للأعضاء طبعا لجنة شؤون العضوية وإن شاء الله هنعمل فيها لقاء خاص مع الأستاذ إبراهيم الكافراء وإن ده فيها كلام كتير جدا ومنحة الحقيقة الأم والزوجة مزايا عظيمة جدا وعلى وممكن نقول مختصر يا ريب تقول لي عنوين ونتكلم حتى على المقارنة باللايحة الاسترشادية والتعديلات اللي هي لأن فيها تعديلات حصلت على المشروع اللي احنا نزلناها وفيها فروقات جوهرية بين اللايحة الاسترشادية هي أصلا متبقة حاليا واللي احنا بنحث الأعضاء أن هم يوم 28 إن شاء الله سبتمبر يكون متواجدين في النادي وأن يكون العدد لا يقل عن 12500 لو بيستوجبوا نعقاض الجمعية صحة الجمعية عشان يبقى اللينا اللايحاتنا اللي أفضل بكتير جدا الحمد لله من اللايحة الاسترشادية ما أقول التأديل لما نوضعوها لكن دي كانت موضوعة لكل الأندي على سواء انت عندي الخصوصية اللي عنده فوق 100 ألف عضو هو بيطبع عليه كله إنما كان وضعت كاسترشاد حتى اسمها اللايحة الاسترشادية فإني كنا اللينا اللايحاتنا الخاصة حاجة ذكرت حتة العضوية يعني فيه كم نقاط جوهرية حتة مثلا لما الزوج أو الزوجة يضم الزوج يضم الزوجة أو الزوجة بالضبط اللايحة الاسترشادية ما تناولتش الكلام ده إحنا في ليحاتنا أصارينا أن العدو العامل الأصلي هو اللي يقدم الطلب حفاظا على العدو العامل الأصلي على عقيته في كده يعني لو الزوجة عايزة تضم الجزعة لا يتقدم زوجها على طول أنه لازم هي اللي تقدم الطلب كل الكلام ده حماية للأعضاء الأصليين في حقوقهم في ضم الآخرين البند اللي أثار زوبعة في الأول بتاع المطلقات يعني عايزة أقول أن اللايحة دي يعني بتحافظ على حقوق المرأة بند وزوجة وام ومطلقة في كامل مراحلة في حالة الطلاق في حالة الطلاق على طول بتملك العدوية الحق العدوية العامة للمستقلة إذا كان الطلاق حدث بعد مضي خمس سنوات من الزواج لو ما كانتش عضو أصلي وكان الزوجة يضم منه بالزبط استثنت اللايحة حتى اللي هي حاجات ضقيقة جدا اللايحة ذكرتها يعني إفرد الزوجة هي عضوة تابعة أصلا لولدها استثنتها من نقطة دي وخلت مباشرة أن هي بعد أدام مر خمس سنوات على زواجها أن هي على طول تكتسب نتقدم بطلب الاكتساب العدوية العاملة المستقلة دون أي شروط مختلف مطلقا على الاسترشادية الاسترشادية ما تذكرتش نقطة دي يعني عشان كده كانت إدارة الاشتراكات بتقف عجيزة ولكن شؤون عضوية عن حل كثير حالات بالألاف موجودة في النادي في حاجات كثيرة جدا عندك في حالة وفاة الزوج اللايحة الاسترشادية اشترطت تقديم طلب العدوية العاملة المستقلة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ الوفاة اللايحة اللايحة اللي حطها عضاء الجماعة ومال النادي الأهلي ما ذكرتش تاريخ على طول في أي وقت مفتوحة في أي وقت تتخدم الزوجة بعد وفاة زوجها على طول تقدم على الأدوية ما قرنتهاش أو ما اقتصرتش على فترة معينة لها سبتها لها مفتوحة هناك جزئية مهمة جدا اللي هي الأقارب المضافين للأدوية تبقى للوايح سبقة ودي حالات ممكن أكتر من ألفين حالة موجودة عندنا في النادي وبيعين لأن لايحة لا تخليهم أعضاء ولا لهم حق الأدوية المستقلة واللوايح الأديمة أو كان في الأديمة تخلي الأصل أنه يضم ممكن شقيقاته أو بنت أخته أقارب يعني حتى مش الشقيقات الحالات موجودة ولا يتمكنوا الحصول على عضوية مستقلة ولا ليهم حق أحد الحضوية التابعة تبقى للوايح الموجودة تبقى للأيحة النادي الأهلي الجديدة إن شاء الله اللي حطها أعضاء جماعة ومية لهم حق الفصل مع أن هم يدفعوا 50% من الرسم اللي هو الرسم الاشتراك في الوقت الحاجة في وقت تقديم الطلاق في وقت تقديم فراية الليحة عاجات كتيرة جدا حضرتك زاول احتياجات الخاصة الليحة الاسترشادية متناوليتش غير بس بدون تفصيل البدنية أو الزهنية الليحة بتاعتنا فصلت بين الاتنين وعطتهم حقوق حقوق كمان الفصل ممكن زاول احتياجات الخاصة يتوفى الوالدين وممكن بعد كده ما يكونش خلاص يبقى الأضوية مالوش اللي هو زاول احتياجات الخاصة البدنية يعني هي فصلت بين الاتنين الزهنية حاجة والبدنية حاجة زاول احتياجات الخاصة البدنية عندنا ليه الحق الفصل لأضوية المستقلة لو كانت إضافتهم تمت قبل سن 25 سنة زي اليوم معمود بعادي عزيب عايز حضاك تديلنا إجابة شافية عن موضوع العضو الأصلي والمقر والفروع المختلفة لايحة الاسترشادية قالت إن المقر كان النادي الأهلي في جزيرة وله فروح مدينة ناصر الشيخ زي دوما إلى ذلك مدينة ناصر ليه خصوصية في النادي الأهلي لأنه أنشئ قبل هذه القوانين وكل أعضاء أعضاء عاملين وبيعامل فرق مدينة ناصر على إنه مقر الليحة هتعالج الموضوع ده إزاي بما يخالف القانون علشان الناس ما تتركش لبعض الشائعات والقيل والقال وما إلى ذلك طيب نرجع الأول إن مدينة ناصر جزء أصيل من فروع النادي الأهلي أما بدين يتكلم على مدينة ناصر فولاه كل الحقوق اللي موجودة جوه النادي الأهلي وعضو عاملين اللي بيسري على الجزيرة بيسري عليه وعضو نادي الأهلي عضو عاملين أكتر اللي ما حاشو أخذ بالي منه إنه الليحة الاسترشادية الحالية اللي متبقة زي ما حيكت تفضلت كده هي بتعامله معنم لتالفرع يبقى ما يسري عليه يسري على الفرع اللي هو زي حاجة ما بنتكلم ولهم كل الاحترام إخواتنا في الشيخ زايد أو تجمع ما يبقى ليه سيناريو معين هيطبق يعني لو أؤمن بنفس طريق الشيخ زايد مثلا هو الاسترشادية شملة كده في الليحة بتاعتنا وخصوصا بعد ما حصلت منائشات في ندوتنا مع إخواتنا في مئة ناصر لهم حسنين فيه قلق مع العلم إن حتى في وجود الاسترشادية ما فيش أي حاجة حصلت تعدل من وضع أعضاء مدينة ناصر العاملين في النادي الليحة هم أعضاء عاملين ولهم كل حول الليحة بتاعتنا يعني فيها بند أصيل وبند من بنود رئيسية حتى مش جوه بند العضوية لكن بنود رئيسية في الليحة إن يعامل فرع مدينة ناصر معاملة النادي الأصل من حيث شروط العضوية قبل العمل بالنظم القانونية اللي أتاعت الاندية إن شاء فرعليها وضع مستقل بذاته هو يعني مدينة ناصر شأن شأن النادي الأصل مثل النادي الأصل فأي مخاوف ودي استجابة لأي مخاوف نشأت عند إخواتنا في مدينة ناصر هم جزء أصير هليني أسأل حاج سؤال واضح وصريح يا سستار كان في وقت من الأوقات زي ما قيل في لقاء أيلة الأهلي لما كان كابتو أحمد الخطيب موجود إنه في عهد المجلس السابق قال له كل احترام كانت الجهة الإدارية وفقت على خمسوبيت عضوية يدخلوا بس كفرع في مدينة ناصر هل الآن الكلام ده ممكن يطبق وإيضا مانت عدم تطبيقه ليكون أهل مدينة ناصر مطمئنين تماما إن شأنهم شأن الجزيرة ولن يعاملوا كفرع طوال الفترة اللي إحنا موجودين فيها والفترة اللي فاتت لم تقبل وما عملناش قصة عضوية فرع لمدينة ناصر ما حصلش إنه بقى فيها عضوية فرع لمدينة ناصر والبند ده بيقفل والبند ده بيقفل القصة دي زيت بقى حاجة تانية رئيسية على موضوع النادي بكل الأماكن المتواجد فيها إنه فيه بند في الليحة أي عضوات إضافية بقى حتى الرئيسية اللي هي العضوية الرئيسية نفسها ما قدرش يفتحها إلا بقرار من جماعية العموية عظيم وبهحدد عدد العضوية اللي أنا أقبلها كل سنة بالظبط الحالية في الاسترشادية لم تطرق لكده يبقى ممكن قرار مجل السدارة هو نفسه يفتح للأدوية لأن الاسترشادية ما تطرقتش للنقطة دي فأصل حتى الأصلية بالليحة بتاعتنا الجديدة لايحة النادي الأهلي اللي وضع أضاء الجماعية ومال النادي الأهلي فتح أي عضوية جديدة ده قرار من الجماعية العمومية التانية غير وارد بالمرة اللي هي حيث تبقى يفتح لفرع مدينة نصر عضوية كمعاملة الفرع المادة دي نهي تكون لحاجة طيب خليني أؤكد مرة أخرى ويرب أكون فهمت من حضاك صح إنه الآن في مادة أو أكثر في اللائحة بتحصن مدينة نصر شأنه شأن المقر الرئيسي في الجزيرة وبتعامله كمقر معاملة النادي الأصلي كفرع أصلي أو معاملة النادي الأصلي وطبعا هو عضو أصلي لأنه عضو جماعية عملة معاملة النادي رقم اتنين إنه ليس هناك ما يسمى بقبول عضويات مختصرة على فرع مدينة نصر فقط في اللائحة الجديدة رقم تلاتة إنه إجمالا العضويات العاملة لن تتم إلا بموافقة أعضاء الجامعة العمومية وبتحدد عدد العضويات التي يتم قبولها بالظل تمام ده الأمر ده يستلزم الحقيقة إنه أعضاء الأهلي مش بس يجوا 12 ألف يجوا 20 ألف لأنه الحقيقة الجامعية أو اللايحة واضحة جدا فده بتعطي كل الحق الجامعة العمومية في تسير أمورهم فيما تعلق بشؤون العضوية وموضوع الفرع الأصلى طيب باقي نقطة سالها ولم يكن ورد على فكرة وجدنا في بعض المخاوف من كده إصرار المجلس ولجلة اللايحة بقيادة كابتن محمود خطيب إنه لازم يكون فيه بند مستقل يؤكد على أن مدينة ناصر أهلي مدينة ناصر يعامل معاملة النادي الأصل انتهت فيش أي حاجة تصير إنما لو في حد عايز يصير فتن بين أماكن النادي الأهلي اللي هي عمرها لا تتفرق ومشي أهلي واحد يبقى دي قصة تانية وأعضاء جماعة أمية للنادي الأهلي وأنا متأكد من كده هم أبعد ما يكون عن الكلام ده وما زلت مصرر أي حد عنده لبس هو نظرا للمجرات اللي حصلة في موضوع ما كانش صيغ لنها داستجابة للتأكيدات لضمانات هم الأنين من طيب خليني أسأل حق سؤال تي وهم دول دول جزء أصيل يا بس عشان لفظه هم جزء أصيل هم جزء أصيل من الجمعية العمومية للنادي الأهلي فاندم هم لما راحوا عمل عضوية عمل عضوية في النادي الأهلي سواء في جزء أو في مدينة نصر كون بحكم السكن إن هو بيروح مدينة نصر فده قصة منتهية وبالتالي مدينة نصر هو عضو أصلي وفرع أصلي شأنه شأن عضو النادي الأهلي وهم كانوا أبعد ما يكون على فكرة إن إحنا أحد يسرير اللغة ده إلا عشان بعد كالقوانين واللواية حتة الفرع بس هو البند ده بيطمئنهم تماما وبيقفل الباب عشان مجلس الإدارة ده موجود النهاردة ربما يأتي مجلس آخر يكون لي فكر آخر الناس يبقى عندهم الجماعة العمومية يا صاحبة القول الفاصل في هذا الأمر طيب أنا فاكر كمان إنه في لقاء أهلت الأهلي بعض السادة الأفاضل اتكلم عن فكرة إن إعقاد الجماعة العمومية بتعقد في المقر اللي هو الرئيسي في الجزيرة وإذا تعذر لك في أحد الأماكن فكان طلبهم طب ليه مش مقر تاني أو فرع تاني من فروع النادي الأهلي هل اللايحة عالجة القصة المادة نفسها اللي موجودة مكتوب في القائل الكبرى مدية نصر موجود في القائل الكبرى هلأ أصل البند ده محطوط إن إلا قدر الله حدث غير طبيعي هدد إقامة بالأحداث يعني إلا قال حد يكون في حاجة طبيعية حصلت في البلد لقدر الله أو يهدد إقامة الانتخابات في الجزيرة فوقتها طبيعي إيه الفعل اللي هيحصل المادة قالت القائل الكبرى عشان برضو حفاظ على حتة إنها تعمل هتعمل وقتها فرع مدية نصر الفعل العادي يعني لكن ما فيش أي حاجة تخلق في حتة إن مدية نصر لا هو جزء أصيل والمادة واضحة والمادة برضو حاجة بتتكلم عليها اللي هو الاقتراع بتاعة الجماعة العمومية هي في القائرة الكبرى عشان برضو إن موجودة فيها مدية نصر يعني لو الجماعة العمومية أو اللي هي ممكن تكون عادية أو غير عادية أو انتخابات أو أو أي شيء من هذا القبيل تعذر إقامتها في الجزيرة لا توجه لمدية نصر يعني كبدي لأن تمناها للبلد إن شاء الله يفهم طيب دي نقطة مهمة أنا بشكر حضاك عليها للتوضيح تماما وكانت يعني فعلا بتثير مخاوف البعض زي ما تم القضاء على كل مخاوف السيدات الفضيات أعضاء النادي فيما يتعلق بمستقبل بناتهم وأولادهم والعضويات الأصلية اللي بتبقى عندهم وضم الزوج وضم الزوجة والزوجة اللي زوجها بيتوفى والحاجات دي كلها إيه تاني يا سستار من الحاجات اللي تم الاستجابة فيها للسادة أعضاء الجماعة العمومية وعظمت من دور الجماعة العمومية وبتعطي ميزة أكتر من اللايحة الاسترشادية كان من ضمن المقترحات على حتة والدة العدو ودي برضو زي ما بقولين اللايحة ما سابتش أي أنصر في عائلات الأهلي إلا ما تجاوبت مع معطيات المتطلبة لها وطبعا ده حاجة يعني جوهرية وحاجة ضروية حتة الوالدة العدو نفسه احنا نفلاحة الاسترشادية نفسها خلوها إضافة الوالدة العدو للعضوية العاملة للعدو الأصلي إن دي يفق لما يحدده مجلس إدارة إحنا بعدنا كل الحاجات التي لها ممكن تغضع أي مجلس إدارة لتقدير المجلس إدارة بالزبط كده لحياتنا اللايحة اللي حطاها عضاء جماوية لم تشترط أي شروط يحددها للمجلس ولا غيره على طول مباشرة يعني اللعب عاوز يضيف والده مباشرة الطفل اليتيم الطفل اليتيم في الاسترشادية قال إنه يجوز دم ضمه قائده تابع وما قالش تفاصيل يعني سبع بقى بعد كده ما هو تابع ده ممكن بعد كده ده هو مؤكد في لحظة ما لما يوصل إنه هو يبقى في شروط العضوية العاملة المستقلة وإكبر مش هيبقى عضو هو عضو تابع بس ده الاسترشادية في اللايحة بتاعت النادي الأهلي اتنص عليها إنه ويعامل معاملة الأبناء وبنات العضو العامل نفس ما ينطبق عليهم ينطبق على باب لبسن الرجل تفصل عضويته ويصبح عضو عامل ولا حق التصويت والانتخاب الاسترشادية ما ذكرتش الطفل المشمول بوسائة العضو العامل اللي هو العضو اللي يكون اللي فيه طفل هو وصع عليه برضو لاحظت علينا قالت إنه هو الطفل المشمول بوسائة العضو العامل بمقتضى حكم أو قرار من الجهة المختصة قانونا يعامل معاملة أبناء وبنات العضو العامل حاجة أقوى الواصي على أبناء وبنات العضو المتوفي يعني فيه عضو متوفي لأبناء وبنات أطفال وفيه واصي عليهم لحيتنا قالت إن الواصي ده مش ممكن يكون الأطفال ده يخش النادي من غير حد قالت إن الواصي عليهم يطم إضافته كأضو تابع فيه حاجة متعلقة بعضوية أنجال الأعضاء ده ما كانتش موجودة في لاحية للسرشدية اللي هي بتطبق حاليا وده خاص بأنجال الأعضاء اللي هم صغار السن اللي مشمول بوصاية غير الأبوين اللي هو تقفى يعني الوالد والأم عزيزي اللي هي بتاعتنا قالت إن عضويتهم لا تسقط بسبب عدم سداد الاشتراكات السنوية أو أي التزامات يعني الواصي ده ما حبش إن هو يسدد لأي حاجة ما سددش للأطفال ده قالك على طول تستمر عضويتهم حتى لو الاشتراك بتاعهم ما بيسددش أما يبقوا ليهم يبلغوا السن القانونية يخوموا بسددها بسدد ما سبق دون أي غرامات يعني أعتقد إن الليحة خدت كل مراحل تطور العضو جوه النادي يعني يعني الحمد لله وبتحافظ عليه تماما وبتحافظ الحق بالزرق وهو ده لليهم حق اللي هم يعادلين ومين اللي يتقدم بطلب للتعديل يعني لو إحنا عايزين نعدل نعمل إيه الإجراءات هل تم آآ تم سياغة النسب المطلوبة وهي النسب أقل من المذكورة كمان في الاسترشادية اللي هو الاجتماع الثاني للجماعية العمومية غير العادية بس الحق ده للجماعية العمومية للجماعية العمومية أو يتقدم ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالطلب ويتقدم مرضه في النهاية من الحكم هو الجماعية العمومية طيب وفي حال عادة باكتمال الجماعية العمومية تمرر التعديلات ولا لا تمرر لا تمرر التعديلات أنا كنت بسأل حدك عشان هذا السؤال آآ يعني لو جماعية العمومية غير العادية ما اكتملتش المواد اللي مطلوب تعديلها لا يتم كل الوطاة الجديدة في التكنولوجي أو في تغطية حقوق العدو دخلناها في اللايحة دخلنا كل جميع القوامة اللي اشتركوا مع مقترحات الكتيرة اللي جات من العضاء بالمناسبة في المقترحات دي تم تقسيمها حسب العدد نفسه النسب اللي جات يعني مثلا المقترح البند الفلاني ده جي عليه ربعمائة طلب على المقترح ده جيه ربعمائة طلب فالترتبت كأنها بنصوت زي بالظبط اللي هو تصويت بند بند على اللايحة فطبقا لي تم تعديل البند الفلاني ليس لنا مصلحة مطلقا المصلحة هي مصلحة النادي الاهلي دي اللايحة بتسطر تاريخ النادي الاهلي وبتحفظ وتضمن حقوق أعضاؤه الحمد لله ما فيش اللايحة بتاريخ نادي وضعها أعضاء جمعية ومية زي اللي بيحصل ده يعني قارية الطريق ماشينا عليها الحمد لله بنتهى الشفافية طيب خلينا سأحاك سؤال بتكمل لحياك اللي هي نقطة المعتقات الجديدة زي وصائق التأمين دخلنا في اللايحة إن بيقى فيه وصائق التأمين تغطي الأدو في حالة إن الأدو لو تعصر عن اشتراكات أو خلافه أو الكلام ده أو لو كانوا يتزامات مالية كأساط هنبدأ نشوفوا الكلام ده دخلنا وصائق التأمين اللي هي وصائق على الأجهزة والمعضلة الطبية اللاعبين كل المعضلات الجديدة حطناها بحيث نضمن للنادي إن هو هو ليه التطور والريادة في المجتمع إن شاء الله في المجتمع العندية في مصر طيب قبل ما تستكمل لو تأذن لي يعني فضل لو أنا كعضو جمعية ومية والله يكسلت على النزول قلت ما خلاص بقى يعني اللايحة عملوها كويس وناس تنزل أو إنه اللايحة اللي قعدوها زي اللايحة الاسترشادية هتفرق إيه إيه الخسارة اللي تقع عليك عضو جمعية إيه اللي أنا أخسره ممكن راح ليسأل نفس السؤال دي أنا هكلمش كعضو مجتمع أنا هكلم كعضو ماماو مية في النادي الآخر لو أنا ما ورحتش اللي أنا أخسره إنها تستمر اللايحة الاسترشادية وهفتقد جميع المزايا اللي هي موجودة اللي هي حاليا تحل كثير من المشاكل حقوقي كعضو هاستمر التطبيق لأهل السرشادية وده ما لا نرجوه للنادي الآخر فإن شاء الله بالعكس لاجنة التظلمات لغاية 8 سنين موجود لاجنة التظلمات التعيين في المجلس الإدارة طريقة الانتخاب حق التفسير وتعديل هو الأعضاء وتعديل اللايحة لا أهل السرشادية ما فيهش كده احترام خصوصية البيانات الشخصية الوردة في ملفات العضوية حطين فيها حقوق سرية بيانات العضو وما تنشرش للغير إلا بإذن كتابي من العضو أو بأمر قضائي حق تقديم الشكاوى ضد العاملين بالنادي أو ضد الأعضاء أي له حق تقديم توفير الأنشطة الملعمة لكبار السن كبار السن خدوا مننا في اللايحة دي برضو كم من الاهتمام قضاء الطبيعي اللايحة السرشادية كانت بتقر غرامة في حال عدم مشاركة أعضاء الجمال العمية في اجتماعاتها مش كده تمام وما فرقتش بين كبار أو صغار لا ما فرقتش اللايحة الجديدة إيه الأخبار فبنا اللايحة جديدة لاحتنا اللايحة جديدة السن بقى فيها تداء من ستين سنة يعفى من غرامات تأخير جمال العمية بس عايزين نويل حاجة مهمة جدا عضاء الجمال العمية لهم ستين فيما فوق في الجمال العمية اللي هي جاية دي الغير عادية دي لو ما حضرش عليه غرام عليه غرام إنما لو حضروا إن شاء الله الليحة تم التصليب هتمتع بهذا المزايا فهو ده بعد تطبيق الليحة يبقى احنا كده روادنا واسد زيتنا اللي فوق 60 سنة واعتقد كل سيدات وضوات العاملات في النادي الاهلي مطالبين بالزحف اكتر مننا الى الجزيرة يوم 28 سبتمبر لان عندهم امتيازات عظيمة جدا في الليحة انصحها الاهلي اهلينا دابوا الاحتياجات الخاصة اطفالنا كل مراحل الموجودة في عائلة الاهلي كلها كلهم مراعى في هذه الليحة كلهم لهم حقوق واجبات في واجبات حاجة اللي هيحرك كمان اعضاء النادي الاهلي اكتر من كل مزايا ده هم اصلا الاهلي لما بيستشهر الخطر بناديه وللمستقبل دايما بيكون قائد وقاطرة زي ما حدك تفضل يعني كون على ثقة وانا على ثقة انه يعني اعضاء النادي الاهلي سيتوجهون يعني في نقول ايه افواجا الى مقر النادي يوم الجمعة 28 سبتمبر ليستكملوا هذه الملحمة اللي بدأت من يوم 12 اغسطس بترحها للحوار المجتمع وقدموا الحقيقة نموذج عظيم ويحتزى للشعب المصر مع طمأنتهم ان اي قصور غير مقصود حصل من ادارات النادي قبل كده في حيث درزحام اللي بيحصل في الجامعات الهومية ان شاء الله لن يتقرر الادارة التنفيذية عندنا في النادي الشغالة على قدم من وصفة 24 ساعة للتحضير للجامعات الهومية انها تكون يوم احتفالية بدون اي زحام ان شاء الله بحيث من العود وان شاء الله فعلا نتحقق كده من اول ما يدخل الخيم او المكان اللي هيوقف فيه الجامعية على طول في سبع دقائق الادارة التنفيذية كلها بقيادة العميد محمد مرجان ليه ونهار شغالين على الكلام ده ليوين دورت صحيح يعني تعليمات كابتن محمود الخطيب في الكلام ده ان هو مش عايزين حتى بدأنا في الحاجات اللي هي متعلقة بالجراشات والركن العربيات خلصة وصولة الانتراك بالزبط ان شاء الله وهنعرض التفاصيل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي لمشاهدين الكرام والعضاء النادي الاهلي من خلال لقاء مع المدير التنفيذي العميد محمد مرجان ايه تانية سستر من الحاجات اللي استوقفت حضرتك ومحتاج تنوه عنها للسادة المشاهدة من الحاجات برضو الجميلة اللي هي برضو مع مواطيات الحديثة اللي هي ده واجب علينا كلنا عشان في اي مؤسسة زو كيان زي النادي الاهلي ده اللي بيطابه من الواجبات اللي تحطت بقى على العضو غير المعتادة دي تحديث البيانات انه لازم يحدث بياناته طبع وده عشان تدخل النادي كمان خلاف نبعد عن اي مشاكل موجودة في اشتراكاته او في خلافه تدخل النادي العصر الجديد المتعلق بتحول الاشتراك الالكترونيك وانه بيكون فيه قاعدة سليمة موجودة لكل اعضاء النادي الاهلي انتهاء اسقاط الادوية يعني في اللايحة الاسرادية ما نصدش على على جواز الهاء العضوية لمن يرغب في ذلك يعني حقيق مثلا لو جاي تقدم على العضوية في النادي الاهلي واكتملت المقابلة مع لاجنشيون الادوية اللي خلنا دي على فكرة جوه اللايحة بحيث ان احنا نحافظ على النادي الاهلي انه وده حق طبيعي للأعضاء الموجودين لمن ينضم للنادي الاهلي لازم يكون متوافق مع متطلبات عائلة النادي الاهلي نفس اللي بتحافظ ان انت نوعيات اللي تلائم ما احترام ناجين اللي تلائم من العضوية بتاع النادي الاهلي لاحظ ما عليتش خلص ممكن تلغى ادويتك ممكن تعمل ادوية وخلال تلت شهور في لاحتنا ممكن جواز ان هي لو حصل له اي ظروف مالية او غيره ممكن يقدر يلغي مع الغرامات اللي هي اللي هاتي الادرية والحاجات المصريف البسيطة حاجات كتير والله يا عسد شريف موجودة اللايحة اللايحة امتى يقدروا يقروها السادة مع التأكيد تاني المختلح بتاع اسقاط الادوية اي حاجات مطلقة باسقاط عضوية غير الحاجات المالية دي على طول بترجع لجماعة ومية هو جماعة هي اللي تسقط انما الحاجات المالية بس هي اللي ليها دي اللي حيطة طبيعي ان يكون والجميل بقى كمان وعندنا حالات موجودة بالمئات حاليا اللي هي حد كان عنده التعثر في اشتراكاته لمدة معاناة من السين حسب ما بتقول الليحة لو توقف عنها توقف عن الاسداد بتسقط عضويته في الليحة بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي وقت ما يسدد المستحقات عليه ترجع العضوية فورا ترجع المجلس ادارة على طول ويعتمد لجوع العضوية فيما تعلق بالسادة الافاضل اعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد وفيه 3000 عضو رفع عضويتهم وكان عندهم فرصة سماح لمدة 3 سنين من تاريخ افتتاح الفرع ليستطيع انه يكون عضو جميعهم يصوت ويترشح في الانتخابات المجلس استجاب والكابتن محمود الخطيب في لقاه انه فترة السماح تبقى 4 سنين هل تم النص خلاص في علاها تم النص بعد الوعد اللي قطعوا على نفسه كابتن محمود وعلى المجلس في الشيخ زيد يوم ما كنا موجودين وبالتالي بقى 4 سنوات لمدة 4 سنوات يقدر دلوقتي يجوز بالنفس الساعة تاريخ افتاح الفرع في 31 31 مارس 2015 يبقى بعد اقرار اللايحة ان شاء الله اهل الشيخ زيد عندهم فرصة لغاية 31 مارس اللي جاي مش كده اللي مرافعش اللي مرافعش اللي مرافعش يستمتع بالال4 سن يستمتع بالمئة على القيمة يعني لغاية نهاية سنة اللي فاتت كانت 250 ألف ودي ميزة جيدة هو دفع 120 ألف يبقى يقدر يدفع المئة وعشرين التانين على 4 سنين بالتأسيط او اكتر بالظبط ده شي عظيم 4 سنوات ودي برضو من الحراك اللي هو ما كنا في الشيخ زيد طلبوا كده اخواتنا في الشيخ زيد وكابتن محمود رد عليهم بشارة انه عند 4 سنوات وتحطت في اللي الجماهي المنسنهاش يعني تنظيم رابطة المشجعين صحيح مهانس خياد مرتجي كلمنا بها ونخليها دايما مقترنة بالنادي الأهلي عشان يبقى لها الضوابط اللي هي كلها معبرة عن نادي الأهلي ودي ان شاء الله يتعمل فيها شغله جميل جدا اللي هي يبقى يرجع للنادي الأهلي جماهيره بالروابط اللي هي المقننة وفي نفس الوقت حولها تحت غطاء النادي الأهلي بقيمه مبدئه وأساسياته ايه تاني يستطرق من التعديلات المهمة والفروق بين ليحتنا ليحت النظام الأساسي المرشح لعضوية مجلس الإدارة كان ممكن مؤهل متوسط حاليا في اللايحة بتاعتنادي الأهلي ان المؤهل عالي او ما يعادله منصب المدير التنفيذي منصب المدير التنفيذي يمعمل له باب بشروط بمواصفات لم تتناولها لاسترشادية ان لازم يكون مؤهل عالي مواصفات كتيرة جدا ده في مؤهلات كمان الوقت اكتر بكتير من فكرة المؤهل العالي المؤهل العالي ده الحد الادنى اللي يسبح ليدخل بعد كده ايه المؤهلات بتاعته ومع ذلك اللي واقع دلوقتي في ظل الاسترشادية اللي هو مكتوب اللي هو ممكن مؤهل ما احترمنا الجميع المؤهل بس همتكلم على متطلبات ووظيفة معينة عظيمة حاجات كتيرة جدا تضمنها الليحة الليحتنا عن الاسترشادية وفي نفس الوقت تماشت مع المخترحات اللي قدمها اعضاء الجمعية العمومية البطلان الكل والجزء ودي كان في الانتخابات نفسها حاكما تدخل تدخل تنتخب قدام حياة 12 اسم فحياة لو نسيت تعلم على واحد او كده وانتخبت 11 بيبطل صوتك كاملة ده اللي موجود دلوقتي دي طبعا فيها جزء كبير قوي من عدم فيها الغبن طبعا فيها الغبن لان في احيان ما انا بيكون سهوة او نسي فبالتالي رجع تاني في الليحة النادي الاهلي لا بطلان جزئي مش كلي يتحسب حسب الصوت نفسه حسب المرشح الحقيقة ديت له وفي نفس الوقت البقية ما بياخدوش لكن ما بقاش حتى اللي ديت له يبقى صوته يعني لو اختار 11 صوته صحيح صوته صحيح 11 يروح لهم 11 فيه كم من الالتزامات يعني هقولها هاي حاجات لاحة بتاعتنا حطت حتى عضو مجلس الادارة اللي هو عشان ده النادي الاهلي مستقبله لو حصل منه تجاوزات او حصل منه يعني حاجات تخالف الأعراف احنا مش بكلم على الحمد لله كل اعضاء مجلس دارة على المنظر تاريح من الاسم اقترب بس انت بتحمي النادي الاهلي في كهاني النادي الاهلي هتلاقي فيه جزئات للمجلس دارة انتخابي مفيش تعيين مجلس ادارة لان ده مصادر الحق الجامعة العمومية مفيش بلد التمن سنوات لان ده قرار الجامعة العمومية بالزر وكل ده نزولا على رغبة اعضاء الجامعة العمومية والمقترحات التعاقدة اللي هو برضو اصرينا هي دي كتعور في ما كانش مكتوبة في لوائح لو اي يحزر التعاقد بالزاد او بالوساطة وصلنا في الكلام ده بأي تعامل بيمس الاعظام جزارة او رئيس النادي او العاملين او اقاربهم او اصهرهم حتى الدرجة العربة يعني ما تعملش حاجة تجارية للنادي مع اي قريب من لغاية الدرجة العربة حتى المصهرة يعني في حضرتك حاجات متعلقة بالشفافية بالحوكمة وهذه الحاجة بتميز النادي الاهلي عبر تاريخه والمجلس يا ستاري فكرة المصداقية والشفافية وحضرتك قلت حاجة مهمة جدا انه لا مصلحة لأحد الحياة في مجلس الادارة او مسؤول النادي الاهلي في صياغة هذه الاحبة بهذا الشكل بل بالعكس الناس انتقصت من حقوقها واعطت كل الحقوق للجميع العلمية اللي هي مطالبة الآن بانهي تبرهن انها على العهد دائما كما كانت عبر تاريخ النادي الاهلي فاضح حاجة برضو النقطة بتاعت اي تعاقدات يبريمها المجلس في اللي هي فترة الريبة لقبل ست شهور من انتهاء مدتهم دي ما كانتش مذكورة وعلى فكرة يعني ما فيش غير عرف يعني الوقت المجلس مش من حقه يعمل تعاقدات طويلة الأجل في آخر ست شهور من عمر المجلس لا يقدر يعمل تعاقدات تتجاوز لاربع سنوات عمر المجلس أو خلال الست شهور الأخيرة إلا بعد الرجوع للجهة الإدارية لان الحاجات المالية المالية دي موسيح اللي هو النادي الاهلي بتاريخه باللعمله كل مجالس الأدراطة الحرارة في المنسفينيين يتماشى مع فلسافة قانون الرياضة القانون الرياضة ده فلسافته إيه الجمعية الأممية إعطاء الجمعية الأممية السلطة الرئيسية �� Azim الليحة بتاعتنا طبقنا حتى في تحركاتنا في إنشاء الليحة فلسفة قانون رياضا وكان في زيارة اللجنة الأولمبية وبعدين اللجنة الأولمبية مشكورين زاروا النادي الأهلي ورجعوا مع الأعضاء عشان يهد ما كان كل المواد تقامش المشروع الخاص بالنادي الأهلي مع المثاق الأولمبي حاجة عظيمة جدا الاستثمار والماليات لها بنود كتير جدا نطم من كل أعضاء جماعة ومان حتة تأسيل شركات مساهمة بيساهم فيها النادي وكده دي بتطرح الأول على أعضاء النادي في حالة عدم تغطية الكامل أسهم ممكن تطرح بره وجوب إن 51% اللي هي الغالبية المطلقة تكون للنادي الأهلي كل ده وما يجوزش تعديل على فكرة ولا التصرف في أي حاجة من الملكية في بنود الملكية في الكلام ده إلا بعد الرجوع لجماعة ومان عظيم قبل ما أسأل حضارك أنت راضي أعايز مرة أخرى أؤكد لأعضاء الجماعة ومان في النادي الأهلي خاصة اللي بيرتادوا مدينة نصر أكتر إنه لا حديث والبند واضح وصريح نظرا لأنه طبقا للقانون لازم يكون فيه مقر واحد علشان العنوان الخاص بالمرسلات وطبقا للقانون الرياضة والمتاق الأولمبي فطبيعي إنه المقر اللي هتيجي عليه المرسلات هو النادي التاريخ الجزيرة لكن طبعا إنه مدينة نصر هي بتعامل معاملة الأصل ومعاملة الأصل هو تتعا حاجة بس الكلام هو وجهة تميز مدينة نصر أه هو قلنا خلاصة مدينة نصر زيه زيه أه هو معاملة النادي الأصل أصلي الناس بتبقى الآن وربما البعض يوصل الصورة مغنوطة بند صريح في اللائحة وبقول حضرتك بالعكس لا قدر الله لو أي لم تكتمل أي حاجة غير كده اللي بتعمل مدينة نصر اللي بتعمل مدينة نصر فرع اللي ممكن يجي مجلس الدراء مش مجلسكم ممكن يجي مجلس الدراء تاني يقولك أنا عايز شوية موارد فهفتح أفتح مجموعة عضويات في مدينة نصر يرتادوا مدينة نصر فقط زي ما بيرتالوا الشيخ زيخ لا ده مكتزة مفيش فيها مكتزة بأعضاؤه المتميزين اللي احنا بنشعر بالألفة ان هما جزء أصيل من عائلة الأهلي وقرارات مجلس الإدارة وحاجة كتيرة جدا يستحيل ان هما يكون لهم وضع مختلف حزين مجلس الإدارة وبعدين اكشان هما يكلفوني يبلغكوا زي حمام سباحة هناك مغطة على الأولمبي بقى عشان خلاص مباش في مكان للتدريب وعشان السيدات اداروا ينزلوا يتم اكتمالي الصور بقى والمنطقة الطرفي هي الجديدة وكمان القعدة الجديدة مكاما لعبة تنس يبقى تفكروا في حمام سباحة وفي جراش هناك السلطرة ان شاء الله ان شاء الله فاوركوا لك والجزيرة طبعا محتاجة أيضا خلاص التطوير بيتم في المبدأ الاجتماع وفي الأسوار والحمد الله حتى الجزء بتاع البوابات تم التعامل مع على عدم تراق الأعضاء في دخولهم واخرجهم يعني كل الملفات ماشيين فيها في توقيت واحد في وسط الكلام ده الكابتن بيتامع معنا ملفات المشروعات اللي وزعها العظام مجلس الإدار هلت عندك ملف ايه صحيح؟ الملف تحويل الاشتراكات بقى طريقة إلكترونية ومشترك في مجموعة ملفات بقى ونبعث ايميليت بقى بناده ان شاء الله اناد الاهلي زي تاريخه ويكون دايما على قدره قدره كبير عنه بمنتهى الصراحة والوضوح الشفية والسطاري راضي عن الصياغة النهائية لدستور النادي الاهلي بلقيحة النظام الاساسي اللي بين ايدي كل وقت الحمد لله راضي وواصق ان شاء الله انها هيكون لها تفعيل جميل جدا بحضور الجماعة العمية بعدد ان شاء الله يكون غير المسبوع لان كل اطياف النادي تابت فيها انا عايز اصفر كمان العاملين يعني العاملين من اول حتى العاملين اللي هم والاشتراكات والعملين اللي هم اهلين على السعال اللي موجودين في النادي وخلافهم والموظفين البسطاء مش ممكن على كم الصهر البصاروت عبدهم يعني النادي بتدخله بتفاجأ ان خليت نحن مش خليت نحن طبيعية يوم الاعضاء اشوقوا علينا ولسه ما فيش راحة الا لما ننتهي من يوم 28 سبتمبر ان شاء الله والنادي الاهل يضرب المثل مجددا وما فيش راحة خالص ان شاء الله في الحفاظ على اسمه وعلى نسبة الحضور ان شاء الله في هذه الجمعية اللي هتكون تاريخية ما فيش حد بيضيف حاجة للنادي الاهل والنادي الاهل دي اضاف للجميع واي حد بيهم الحاجة هي بيكون لنا شرف التعامل مع زي المؤسسة الامراقين يملؤنا الشرف والعز والفخار بالانتماء لهذا الكيان العظيم انا بشكرك سستر اي انديل شكرا جزيلا شرفتين شكر جزيل ومنصول لضيف الكريم سستر اي انديل عضو مجلس الادارة وعضو لجنة اعداد الليحة واللجنة المركزية ايضا زي ما قلت الحضراتكم ان شاء الله بكرة في اجتماع لمجلس الادارة سيعقب اجتماع اللجنة المركزية لعداد الليحة لإقرار الليحة او المشروع في صورته النهائية ليتم طباعتها وتعليقها في النادي ثم اتحتها للاعضاء على الموقع الالكتروني ويعني طباعة نسخة كده قيمة علشان كل عضو في النادي الاهلي يحتفظ بها ان شاء الله وبعدين انا بعتقد ان كل عضو سيتوجه الى النادي الاهلي يوم 28 سبتمبر للإدلاء بدلوي والتصويت على هذه اللائحة في تقديري انه صانع للتاريخ وانه التاريخ سيدون له انه كان واحد من الناس اللي اسهمه مش بس في التصويت على دستور الاهلي لكن على اعداده لان الحقيقي ان الجماعية العومية هي اللي اعدت هذه اللائحة العظيمة بشكر حضراتكم بعد الفاصل فقرات الاهلي الليلة مستمرة مع زميلي العزيز امير هشام حالا معكم امير فضي تفضل شكرا 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 شكرا